انتهت المناظرة الانتخابية بين المرشحين بايدن و ترامب وقد بدأت بداية غير متوقعة بعدما اختار الأخير عدم التواصل بشكل مباشر مع بايدن عكس المناظرة السابقة عام 2020 ومع التحق ترامب ببايدن فوق منصة المناظرة رفض تبادل التحية معه وحتى النظر باتجاهه على الرغم من غياب الجمهور كما أن ترامب لم يلقي التحية على مذيعه قناة CNN عكس غريمه بايدن قال المرشح الرئاسي دونالد ترامب ان امريكا فقدت هيبتها على الساحة الدولية في عهد بايدن واصبحت مثل دولة من دول العالم الثالث كما اتهم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن بالتقصير والعمل السيء لاقتصاد امريكا واضاف ايضا ان تضخم يقتل الولايات المتحدة ترامب اضاف في المناظرة الرئاسية للعملية العسكرية في روسيا لم تكن لتحصل لو لم تغادر الولايات المتحدة في غانستان واضاف نشروط الرئيس الروسي بوتين لوقف اطلاق النار في اوكرانيا غير مقبولة بالنسبة له ترامب قال ايضا ان حماس لم تكن لتهاجم اسرائيل في ظل حكمه واصفا بايدن بالتصرف مثل الفلسطيني الضعيف في دعم اسرائيل مضيفا انه على بايدن ان يدعى اسرائيل تكمل مهمها في غزة الى ذلك اتهم الرئيس الحالي بايدن ترامب بالمبالغة والكذب بشأن الهجرة وقال انه الرئيس الوحيد الذي لم يقتل خلال حكمه اي عسكري امريكي حول العالم خلال هذا العقد بايدن قال انه خلال فترة رئاسته منع ايران من اطلاق قذائف على اسرائيل مضيفا ان امريكا تحاول اضعاف حماس وقد نجحت في ذلك كما وصف بايدن رغبة ترامب الخروج من حلف الناتو بالحماقة كان لديه دين قومي اكبر من اي رئيس قبله خفضوا نسبة الدرائب افاد الاثرياء جدا وحاولنا نحن اصلاح نظام الدرائب الان الاثرياء يدفعون نحو ثمانية في المئة كدرائب لو دفعوا نحو خمسة وعشر في المئة كنا سنجني نحو خمسمائة مليار دولار على امتداد عشر سنوات وكنا سنتخلص من الديون اذا ما القينا نظرة على ما فعله ترامب في اوكرانيا هذا الرجل قال لبوتين افعل ما تشاء في اوكرانيا ودخل بوتين بالفعل قال انه سيستولي على كييف في قدون خمسة ايام الا تتذكرون هو في الحقيقة لم يحقق ذلك بل خسرت روسيا الاف الجنود تركت اقتصادا خلال اداراتي كان الافضل في تاريخنا رغم جائحة كورونا التي تجاوزناها افضل من اي دولة اخرى ولم نتلقى الفضل الكافي لذلك كما حققت الكثير في مجال الاقتصاد وعملت على خفض الضرائب وعلى عكس ما يزعم بايدن كان التضخم بنسبة صفر اولى اربعة عشر شهرا من تسلمه منصب الرئاسة ولكن ادارته لا تعرف ماذا تفعل وهي الاسوأ في تاريخ الولايات المتحدة اذ جعلتنا دولة من دول العالم الثالث حتى الصين تفوقت علينا في عهده ولم يحرك ساكنا والتضخم في الوقت الراهن يقتل الولايات المتحدة فيما يتعلق بافغانستان كنت اخطط للخروج منها بقوة وكرامة ولكن ما حدث تحت ادارته كان العكس تماما اذ كان اليوم الاكثر اذلالا واحراجا في تاريخ البلاد هذا الرجل نجح في ضرب المنظومة الصحية حتى الموت لقد قضى وحده على ضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لملايين الامريكيين ما حصل لبلادنا تحت ادارة بايدن مخجل وصعب تصديقه والدول الصديقة لم تعد تحبنا او تحترمنا حتى ان البعض يظنون اغبياء حقا ما فعله بايدن خلال رئاسته امر اجرامي